الموافقات الموافقات مزيدنا نتكلم على المباح والكلام على المباح مأمول بي أو منهي عنه في هذا الباب نحاول أن نجتزئ منها ما ينفعنا حتى ننتهي من هذه الجزئية نعم وندخل في تقسيمات المباح الثالث من الأمور المعارضة الكلام على المباح في المأمول بي أو منهي عنه طالما ثبت من فضيلة الزهد في الدنيا وترك لذاتها وشهواتها وهم ما اتفق على متح صاحبه شرعا لبالتركه لأن ممدوح وذن تاركه على الجملة حتى قال الفضاء بن العياد جعل الشر كله في بيت وجعل مفتاحه حب الدنيا وجعل الخير كله في بيت وجعل مفتاحه الزهد قال المام الكتابي الشيء الذي لم يقالف فيه كوفي ولا مدني ولا عراقي وشمي الزهد في الدنيا وسخاوة النفس والنصيح الخلق الله مزوغنا رب العالمين فالزهد في الدنيا هنا ترك المباح ويريده الآن أنه ممدوح ترك المباح إذن ممدوح أراد أن يبين هذا الباب قال ترك الدنيا متفق عليه الزهد في الدنيا وسخاوة النفس الجود علامة الإيمان والنصيحة للخلق النصيحة للخلق تمحو غل القلب قال القشير يعني أن هذه الأشياء لا يقول أحد أنها غير ممدوح اللهم أمين اللهم أمين اللهم أمين بوركتا نصير أحسن الله عليك والأدلة من الكتاب والسنة لا تكتن حصر في هذا الباب كفى أن الله جعل زهد في الدنيا وبين أنه لا يعطيها لكل أحد اللهم أمين قال الله تعالى واضرب له مثل حات الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط بينا بات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدر زين للناس حب شهوات من النساء والبنين والقانطين المقانطرة من الزهب والخدطة والخير المساومة والأنعام والحرص ذلك ما تعد حياة الدنيا ولذلك قال الله جعل في اختم الآية قل ونبيكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم من آخر الآيات والزهد حقيقة هو في الحلال أما الحرام فالزهد فيه لازم من أمر الإسلام طبعا عام في أهل الإيمان ليس مما يتجار فيه خواص المؤمنين مقتصرين عليه فقط وإنما تجار فيما صار به الخواص وهو الزهد في المباح الكلام على طرق ما ليس بيه بأس نعم فأمن وكلوفة ذو طرفين وإذا ثمت هذا فمحال عادة أن يتجار فيه هذه المجرأ وهو لا فائدة فيه ومحال أن يمدح شرعا مع استواء فعلي وتركي كل هذا كما قلنا لا تتكلم عن مساءات المباح هل هو يعني يستوي طرفاء أم لا والجواب من أوجه أن الزهد في الشرع مخصوصا مخصوصا بما طلبه تركه حسب ما يظهر من الشريعة والحق أن الزهد كما قال ابن سامية حقيقة الزهد الأصيل والأساس في هذا الباب هو ترك كل ما يضر بالآخر فدخل في غير المباح دخل هنا في غير المباح حقيقة الزهد هو ترك ما يضر بالآخر وكل ما يضر بالآخر إذن لم يكن مباح فالمباح لن في نفسه خارج عن ذلك لما تقدم من أدلة فإذا أطلق بعض المعبرين لفظ الزهد على ترك الحياة فعلى هذا المجاز بالنظر إلى ما يفوته من الخيرات أو لغير ذلك والثاني أن أزهد البشر لم يترك الطيبات جملة بيانا ذلك بأن هنم السلام أزهد أزهد خلق الله في هذه الدنيا التي لا تساوي شيء التي بيانها هنم السلام عندما أخذ منديلا وقال منديل سعد في الجنة بالدنيا وما فيها هنم السلام يقول رغيبة الفاجري خير مما طلعت عليه شمس الثالث أن ترك المباحات من حيث أنه مباح إما أن يكون بقصد أو بغير قصد فإن كان بغير قصد فلا اعتبار به بل هو غفلة لا يقال فيه مباح فأضلع أن يقال فيه زهد وإن كان تركه بقصد فإما أن يكون القصد مقصورا على كونه مباحا فهو محل النزاع الذي نتكلم فيه الآن أو الأمر الخارج فذلك الأمر إن كان دنياويا كالمطروق فهو انتقال من مباح إلى مثله لا زهد وإن كان أخراويا فالطرق إذن وسيلة هي ذلك المطلوب فهو فضيلة من جهة ذلك المطلوب لا من جهة مجرد الطرق وحن الكلام عندنا هنا في هذا الباب بمجرده لا أن يصير وسيلة لشيء آخر كما قال الغزالي الزهد عبارة عن انصلاف الرغبة عن شيء لما هو خير منه فلما يجعل الأمر مجرد الانصلاف نعم قال وقال في تفسير لما كان الزهد رغبة عن محبوب بالجملة لا يمتصور إلا بالعضور إلى شيء إنه أحب منه وإلا لا إله إلا الله أنا من الصلاح ما تحركتش ماشي ماشي وإلا فتركه المحبوب لا خليه بلغتنا خلص درس ده الأول فتركه المحبوب لغير الأحب محال قال فصل وأما كونه المباح غير مطلوب الفعل فيدل عليه كثير مما تقدم لأن كلا ترهيج من جهتي في نفسه على سواء في نفسه على سواء وقد استدل من قال إنه مطلوب والحق كما قلنا هو استوى طرفاه استدل النظرا وماذا بالإمام الكعبي بأن كل مباح تركه حرام وتركه الحرام واجب فكل مباح واجب هذا على ما قرر الأصليون في هذا الباب نقلا عنه لكن هذا القائل يضر منه أنه يسلم أن المباح مع قطع النظر عما يسترد مستوى الطرفين وعند ذلك يكون ما قاله الناس هو الصحيح لوجوه أحد هذه الوجوه لزوم أن لا توجد الإباحة في فعل من الأفعال عينا البتة فلا يوصف فعل من أفعال الصدراء المكلفين بإباحة أصلا وهذا باطل باتفاق فإن الأمة قبل هذا المذهب لم تزل تحكم على الأفعال بالإباحة كما تحكم عليه سائل الأحكام كما تحكم على سائل الأحكام إن استدزمت ترك الحرام إذن خرجت عن دائرة المباح التي نتكلم عنها مهية المباح استوى الطرفين فلما كان وسيلة للترك أو للفعل خرج عن مهية المباح والثاني أنه لو كان كما قال ارتفعت الإباحة رأسا عن الشريعة وذلك باطل المعنى أنه إن كانت الإباحة غير موجودة في الخارج على التعين كان وضعها في الأحكام الشرعية عبثا استغفر الله لأن موضوع الحكم وفعل المكلف وقد فرضناه واجبا ليس من المباح فيبطل قسم المباح أسطلا وفرعا إذا فإذا شرعا في إثبات حكم لا يقدر عليه فعل من أفعال المكلفين نقولنا وإن دخل تغريبا أمر آخر وهو المسألة كيف يكون وسيلة لشيء فيأخذ حكمها فيخرج عن مهية المباح بهذه الطريقة عليكم السلامة وبركاته فإن التزم ذلك باعتبار الجهتين حسب ما نقل عنه فهو باطل أنه يعتبر جهة الاستنزام فلذلك نفي المباح فليعتبر جهة الاستنزام في الأربعة الباقية فإن فيه هو خلاف الإجماع والمعقول فإن اعتبره في الحرام والمكروه جهة النهي وفي المندوب جهة الأمر كالواجب لازم اعتبر جهة التخيير في المباح نعم وهذا صحيح المندوب اعتبر جهة الواجب والمكروه اعتبر جهة التحريم فإن قال أخش مباحا كوني مباحا بما يؤدى إليه أو بما يتوسل به إليه فذلك قال المسلم وإن سلم فذلك من باب ما لا يتم الواجب إلا به فواجب وبهذا يكون قد خرج عن مهية المباح لذلك قال المسلم أنه واجب وإن سلم فكذلك على الأحكام الأخر فيصير الحرم والمقروه منذوب واجبات والواجب منجات واحدة واجبا نحن قلنا على مسألة ضد النهي أمر بدده والأمر نهي عن ضده على تفصيل عند الأسلين في هذا الباب فالحاصل أن الشارع لا قصد له في فعل المباح دون تركه ولا في تركه دون فعله فالقصد وجعله للخيارة ولا بد أن نفهم أن هذا من باب التوسعة توسعة الشعر كما قال المسلم وسكت عن أشياء رحمة بكم فذلك قصد الشارع بالنسبة لي فصال الفعل والترك بالنسبة للمكلف كخصال الكفر أيهما فعل فهو قصد الشارع يعني بتخييره لا أن الشارع قصدا في الفعل بخصوصي أو في الترك بخصوصي لكن نريد على مجموعة الطرفين إشكاله نزايد على ما تقدم في الطرف الواحد وهو أنه قد جاء في بعض المباحات ما يبطل قصد الشارع إلى فعلي على الخصوص أو إلى تركي على الخصوص يعني جاء الشارع جاء فيه قصد الشارع ملموح هنا في الأمر بيه أو ناهي عنه إما لقصد فعلي بالخصوص أو تركي بالخصوص قلنا هذا هيدخل في إيش؟ هيدخل في مسألة التبع والوسائل غيرها من الأمر بالتمتع بالطيبات يا أيها الناس كلوا من الطيبات قال يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا طبعا استلزم ناصر الحرام لا يجوز أكله فكان أمرا بذلك يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكوروا لله يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صليحا لجبال ذلك مما دل الأمر بيه على قصد الاستعمال وأيضا في النعم المسوطة في الأرض التمتعات العباد هذه ذكرت المنة بها وقررت عليها فهم منها القصد إلى التنعم لمطلوب بعده لابد أن نفهم أن المطلوب بعده هو الشكر لله للفعلاء وهي أيضا فيها تجنب المحرمات ومنها أيضا إن من نظر للأول وهو الفعل خاصة أو النهي الترك خاصة قال منه أنه تعالى أنكر على من حرم شيئا مما بث في الأرض من الطيبات قال الله تعالى قل من حرم زينة الله يتأخرج العباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة إلى أن قال خالصة يومك وهذا ظاهر في المنة على استعمالي والحس على ذلك ومنها نادي نعم هداية من الله للعبد وهل يعيق بالعبد عدم قبول هدية السيد ولذلك قال النبي السلام لعمر المخطاب قال إنما هي صادقة تصدق بها الله عليكم فاقبلوا صادقة وغالب الرخص أيضا في نمط الإباحة من الزلع عن وجوب كالفطر في السفر وقصر الصلاة أيضا قال الله تعالى مما يستطع منكم طاولا أن ينكح عن المحصات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتاعتكم المؤمنات فكانه يعتبر مباح مأمور به يعني مراد فهذه جملة دولة عن المباح قد يكون فعله أرجح من طاول وأما ما اقتدر القصد إلى الطاول الخصوص أيضا فجميع ما ذنما من الشهوات كالطلاق هو مثل بالطلاق بحديث أبغض الطلاق عند الله أبغض الحالة عند الله الطلاق أبغض الحلال عند الله الطلاق هذا حديث ضعيف قال الله تعالى الطلاق مرتان فإن طلاق فلا تحلهم من بعد وهنا دلالة على كراهية الفعل أو الميل نعم هو مباح أن يطلق نعم مباح لكن هو أميل إلى المكروه فإذا بلغنا الجرون الحمسكونا معروف أو فارخونا معروف ولا شك أن نجية البغض في المباح مرجوحة وفي قولي أيضا كل لهو مباح كل لهو باطل إلا ثلاثة وكثير من أنواع لهو مباح واللعب أيضا مباح وخفظم فهذا كله أدل على أن المباح لا ينافي قصد الشارع لا أحد طرفية على الخصوص دون الآخر وذلك مما أدل على أن هذا كله يدل على أن المباح لا ينافي قصد الشارع لأحد طرفية على خصوص دون الآخر وذلك مما يدل على أن المباح يتعلق به الطلب فعلا وتركا على غير الجهات المتقدمة والجواب من وجهين وهذا هو المهم الجواب هنا الجواب من وجهين الأول أن يقال إذا ثبت أن المباح عند الشارع ونتساوي الطرفي فكلما ترجع أحد طرفي فهو خارج عن كون المباح هذا الصحيح خارج عن مهيئة المباح للتبع والضمن والاستخزام وقلنا دائما أن الوسائل لا أحكام المقاصد ما كان وسيلة لأمر فهو ألتسق بالأمر ما كان وسيلة لنهي فهو ألتسق للنهي فهو خارج عن كون المباح إما لأنه ليس بمباح حقيقة وإما لأنه مباح في أصله ثم صار بعد ذلك لأمر خارج غير مباح وهذا باعتبار المآلات وباعتبار المقصد وبالتفصيل فإن الواحد ضربان أن يكون خادما للأصل ضروري أو حجي أو تكملي والثاني أن لا يكون كذلك قد يرعى من جهة ما هو خادم له فأكون مطلوبا محبوبا فعله وذلك أن التمتب مع حل الله من الأكل والمشارك ونحوها مباح في نفسي وإباحها بالجزء وهو خادم الأصل ضروري وإقامة الحياة فهو مأمور به من هذه الجهة وهذا الاعتبار وكما قلنا أنت يعني مهما طال النفس في الكلام لابد أن تفهم إلى ما يقول إليه وتنظر أيضا إذا كان وسيلة لشيء فالوسيل لا أحكام المقاصد فيكون هنا خرج عن كينونة المباح وارتقى إلى مدزلة إما المندوب وإما المقروب والثاني إما أن يكون خادما لما ينقض أصلا من أصل الثلاثة المعتبرة أو لا يكون خادما لشيء كالطلاق فإنه طالك للحلال الذي هو خادم لكلية إقامة النسل في الوجود وهو ضروري ولإقامة مطلق الألفة والمعشرة واشتباك العشائر بين الخلق وهو ضروري حدي مهما طال النفس سيقول هنا قد خرج عن كونه مباحا ولأن قدنا الطلاق يقطع النسل والنسل مطلوب مقصود شرعا قال النسلم تنكعه تكثره فإني مباهم فيكم الأمم يوم القيامة وبالحديث كلهم باطل إلى ثلاثة يعني كونه باطل أنه عبس كالعبس طبعا كلهم باطل يعني لا أجر فيه مش باطل يعني محرم كلهم الأصدع فيه على الإباح لكن لا أجر فيه بخلاف اللعب مع الزوجة فإنه مباح يخدم أمر ضروريه والنسل فيصير هنا من هذه الجهة أنه جر إلى الاستحباب فكان من أجل وسيلته كما قلنا كلها مدارها على تحقيق هذه القاعدة الوسائل لا أحكام المقاصد فلا يقال أن هذا مباح مطلوب أو مطلوب الفعل أو مطلوب الترك أبدا يبقى خرج عن كونه مباح إذا قلنا أنه مطلوب الفعل لأنه وسيلة إلى فعل مأمور به مطلوب الترك لأنه وسيلة إلى فعل مأمور الترك به وبخلاف تأيدي بالفرس وهذا كله للجهاد وكذلك اللعب السهم فإن الجهاد فهذان يخدمان أصلا تكمليا وهو الجهاد فلذلك السيدة نهاد استيقظم له الباطل والجميع هذا بيّن بيّن أن المباح من حيث هو مباح غير مطلوب الفعل ولا الترك حصوصا وهذا الصيح طب ما الذي حدث كيف يكون هذا مباح قد نعم نحن استصحبنا الأصل في اللفظ وإطلاق المباح عليه ولكنه في حقيقة ترامل ليس مباحا لأنه وسيلة إلى وسيلة إلى مأمور به أو وسيلة إلى منهين عنه فأخذ حكمه فكان مطلوب الفعل من هنا من هذا الوجه مطلوب الترك من هذا الوجه وخرج لما كان مطلوب الفعل من هذا الوجه أو مطلوب الترك من هذا الوجه خرج عن كونه مباحا ونقف عند هذه ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر